بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وأصحابه وموالاه وبعد فنتابع الحديث في كتاب حول ترجمة المرحوم الإمام العلامة الشهير والعارف الكبير فضيلة سيد الوالد الشيخ محمد نجيب سراج الدين الحسيني رحمه الله تعالى مما أكرم الله تعالى به سيد الوالد رحمه الله تعالى فراسة صادقة فإذا سأله سائل عن بعض المسائل العلمية أو القضايا العرفانية عرف المقصود من السائل فإن كان سؤاله صادرا عن صدق نية أجابه وأفاده وإن كان غير ذلك أعرض عنه وجفاه وربما زجره وذلك حين يعلم خداعه ومكره كما أنه رحمه الله تعالى ينظر إلى الإنسان فيعرفه روى الإمام الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي المتفرسين وجاء في رواية ابن جرير وغيره عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى وينطق بتوفيق الله تعالى والحمد لله رب العالمين